خلاص وصلنا للكلام عن المستقبل وإحنا لما تكلمنا عن المستقبل اتكلمنا وإحنا حاسين أن المستقبل ده هو محل استقبال الله لنا سبحانه وتعالى ولذلك اتكلمنا في الحلقاتين اللي فاتوا وإحنا بنتكلم عن اللابينات اللي احنا بنبني بيها المستقبل بلابينات نور القرآن الكريم اتكلمنا عن المستقبل وقلنا أن المستقبل الله سبحانه وتعالى مهده وهو معلوم مش مجهول معلوم وممهد سبحانه وتعالى هو الذي مهده سبحانه وتعالى وفي حلقة مبارح تكلمنا على إن المستقبل كمان واسع بوسع الواسع سبحانه وتعالى لأن الواسع هو الذي يستقبلنا في مستقبلنا النهاردة عن التكلم عن حاجة مهمة جدا جدا عن التكلم وإحنا بنوجه كلامنا لناس كتيرة منهم الناس اللي بتسود الحياة ويكتر على لسنة ان الدنيا خربانة خربانة والمستقبل هيكون ايه فيه عدل مدامة الايام اللي احنا فيها شكلها كده والايام الحلوة راحت خلاص فبيفضلوا بسبب تسويد الحياة محلك سر ونظرتهم السودة اللي بيشوفوا بيها الحياة تخنق انفسهم وتخليهم في حالة دي والعيشة تبقى مرار وده كله ليه عشان هما شايفين الدنيا بهذه النظر السوداء وبهذا الضيق مع ان احنا لسه يليهم ان الحياة ممهدة ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى عارف كل الخير اللي فيها وفي نفس الوقت الحياة واسعة والمستقبل واسع لكن فيه ناس بقى اللي فاهمين ده وقلوبهم فيها سكينة سكينة لانهم متيقنين من كرم الله سبحانه وتعالى ولسنهم دايما تلاقي مليان بالجمال جمال الحمد وجمال التفاؤل وجمال البشر وتلاقيهم مهما كانت الصعوبات دايما بيسعوا انهم يحسنوا يديموا الامل يديموا التعلم يديموا العمل يدعموا اللي حواليهم كأن عيون قلوبهم اتملت بنور الاحسان نور مولاهم سبحانه وتعالى فبدأوا يمشوا في الحياة بنور الله سبحانه وتعالى زي ما كنا دايما بنقول ماشي بنور الله فدامعهم بيعيشوا في الحياة ويمشوا فيها بأمل وحسين ان الاحسان هو اللغة الوحيدة والمفردات الوحيدة والابجدية الوحيدة اللي ممكن نعيشها وعشان كده في الجزء الثلاثة وعشرين اللي احنا عن مر به دلوقتي بتقبلنا آية بتبني فينا المستقبل فيها فعل مضارع بيحسسنا ايه اللي احنا لازم نشوفه في المستقبل لازم نشوف في المستقبل الاحسان لان ربنا بيقول لنا انا كذلك نجز المحسنين دي بقى ايه اللي حاصل دي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيجز المحسنين المحسنين اللي شايفين المستقبل حسن وبيعيشوا فيه بالإحسان يعني إيه بيعيشوا فيه بالإحسان يشوفوا الحاجة الحلوة اللي في المستقبل وكمان هم عايز تسمروا الحاجة الحلوة دي ولازم نسأل هو ليه إحنا مش بنشوف الحسن في حياتنا وخاصة في مستقبلنا عشان إحنا خلاص تعودنا أدمننا أدمننا إن إحنا نستقبل الإيجو ومش نستقبل مولانا في المستقبل فبقينا مدمنين إننا نعيش بسوق الظن أنا آسف بسوق الظن في مولانا الأجل وسوق الظن كمان في اللي حوالينا وسوق الظن في الظروف وسوق الظن في الأيام والليالي فعايشين في سوق والحسن محتاج واحد عينه حلوة محتاج مش عينه حلوة يعني عينه خضرة لا عينه حلوة يعني بيشوف الجمال يعني متربي على طريقة إنه يرى الجمال في كل شيء زي ما حضرت النبي لما لقى شام ميت الميمونة قال هل لن تفعتم بإهابها فلازم هو يشوف الحسن وهو ده اللي بيستقبل في الحياة وجه مولاه فإنما تولوا فزم وجه الله يبقى إيه اللي حاصل ده اللي بيشوف الحاجة الحلوة ده اللي بيشوف إن الله كتب الإحسان على كل شيء لكن في حاجات بقى بتطمس نظرنا وبتخلينا ما تشوفش الحسن ده في المستقبل فبتضعف غضة الإحسان عندنا ما أنا لو ما شوفتش الإحسان مش هقدر أكون محسن زي وهم الحول والقوة اللي بيخليني أعيش بوهم إن أنا اللي بصنع مستقبلي فأفضل الآن لحسن تهيف مني وما أقدرش أصنع مستقبلي في مستقبلي ضيع فأفضل الآن من الفشل والآن من الفقر والآن من كل حاجة ممكن تخوفني إن أنا ما وصلش الحاجة فيخليني ما شوفش الحسن ما أنا قاعد في الدوامة دي عناية دول الوقت بزغللة بالمخاوف وعناية دول الوقت مطموصة ما بتخلينيش أشوف أبداً أي شيء وما أقدرش أدام التحسين وأفضل أدام قد من سماع الأخبار السيئة يمكن ساعات أدور على الأخبار السيئة أجي كده في نص اليوم وأقول معقولة ما فيش خبر سيء لغاية دلوقتي فأدور على الأخبار السيئة مع إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني بلاش تدمن السماع الأخبار السيئة وبلاش كمان تحاول تفرس في المستقبل استواد عشان يغطى على عينيك ويخليك من جوه إنسان هاش إيه اللي نعمله لازم نكتر لازم نتخلص من كتر الاغتمام بلاش كتر الغم ده لازم نعرف إن إمتك مش في الوجع ناس كتير فهمة إن أنت تبقى إنسان وهتبقى رائيء وهتبقى حساس كل ما تتوجع أكتر كتر الوجع بيعمل حجاب على قلبك يخليك ما تشوفش حسن تدبير الله سبحانه وتعالى ولا تشوف جمال النعمة وكمان الإهمال إنك تلاقي ناس كتيرة في أعمالها بتقول إيه أنا ليه أتعب نفسي أنا بشتغل على قد فلوسهم فتلاقي الإهمال ده وتبيخليه إيه يخليه بيحس إن ما فيش حاجة جميلة بتفضل وما فيش فايدة ويحس إن هو مش هيقوم بالعمل لإن العمل ده مش غير حاجة أو إن هو بقى يروح للنقيد بقى النقيد بقى أصعبنا التاني بتعفخ المثالية بقى لازم ناخد بالنا إن الإحسان مش هو المثالية يا جماع الإحسان فيه تطويره وفيه تحسينه وفيه استثمار للجمال أما المثالية فهي الانشغال الدائم بالنقص آه ده الناس فاكرة أن المثالية هو الانشغال الدائم بالكمال لا هو دائما منشغل بالنقص عشان يكمله ففي الغالب دول ما بيحسنوش لإن عدم الرضا بيوقفهم كتير وما يخلهمش يستمروا في السير ولذلك عشان الإنسان يكون من أهل الإحسان اسمعوا لازم في البداية يرى المحاسن في كل شيء لأن أول الإحسان رؤية الحسن عشان كده قلنا الصفة التانية اللي بيبنيها فينا القرآن في هذه الآية هو مسألة إن المستقبل حسن ونستثمره بالإحسان طب إزاي الإنسان يعود نفسه إنه هو يرى الحسن أول حاجة رؤية الحسن سمرة من سمرة العيش بقيمة الصفاء لازم يصف نفسه إن يكون الإنسان قلبه صف من إيه؟ من الأكدار من الهم والغم وسوء الظن واليأس والحقد ورغبة الانتقام من الناس لما هو ما يتعود إنه هو ما يعيش في ده الصفاء هيخرج منه هيخرج منه الشعور بالوحشة والشعور بالضيء والسخط والشعور بالمظلومية فينطلق في الحياة بنور الإحسان إحسان مولا لي دي أول حاجة ننفذب إيه بقى التخلية قبل التحلية ولازم نغير نظرتنا في التعامل مع الأشياء المكررة دي بقى التحلية لازم نعرف إن الكريم سبحانه وتعالى لا يكرر ولكن نظرتنا هي اللي بتخلي اللي لازم تتغير عشان نشوف الأشياء بجمال لإن الله سبحانه وتعالى هو الباري هو المصور والذي يخلق ويعيده ويزيده في الخلق يبقى إحنا لازم نرى الأشياء المكررة بشكل تاني تملاها بالرزق وتملاها بالنور وتملاها بالحياة يبقى الله سبحانه وتعالى كلما أعاد أو ما أعادش كلما زاد الأشياء نورا نبقى الإعادة عند الله ده مزيد من الرزق ومزيد من النور ومزيد من الحياة تالت حاجة لازم نعملها لازم أشوف الخير والحسن في حاجة أنا شايفها ما فيهاش حسن يعني أتعود إن أنا أنظر بوجهة أخرى باتجاه آخر حضرة النبي علمنا ده مش بس نرى الحسن في كل شيء ده حتى لو كان في الشيء الخالي من الجمال علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نستثمره ونستثمر الجمال اللي فيه في حاجة ما فيهاش جمال حاجة مليئة قبح آه لما مر على شاة ميتة لميمونة فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هل لا انتفعتم بإيهابها هل لا إيه انتفعتم دي شاة ميتة فجعل فيها محلل للنفع فاستثمار فاستثمرنا لنقطة النور في الأحداث اللي إحنا شايفين يا سودا بتوسع حياتنا وتخليك تشوف إحسان تدبير الله سبحانه وتعالى وتاخد من حسن تدبير الله لك إيه الإحسان فتستطيع أن أنت تدعم زوجتك تدعم أولادك وحتى مهما كانت الظروف صعبة تقدر تساعدهم وتقدر كمان تدخل السرور على قلبهم وتقدر تساعد صديقك في خروج من أزمته أو زميلك في خروج من ورطته في العمل فتشوف الخير وتؤمن به وتسير بأمل يبقى تعمل بأمل اللي اعتادوا أنهم يشوفوا الحسن وأنهم يحسنوا لأن الله يحسن إليهم إيه اللي حاصل ربنا سبحانه وتعالى بيدخلهم في المحبوبين ويجعل رحمته قريبة منهم ويبشروا منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى من أسلم هكذا قال الله سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلاه أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسلم وجه يعني إيه يعني هو على يقين بإني أسلم وجه ليه لأنه بيتكلم على المستقبل إيه اللي إليه في المستقبل هيلاء كل خير وبركة وهيلاء الله سبحانه وتعالى ينفي عنه الكذر ودايماً قلوبنا تسمع قوله وتعالى الآية اللي احنا بنقرأها النهاردة إن كذلك نجز المحسنين وعشان نتدرب وندرب عينينا على رؤية الحسن ونكون من أهل العيش بالإحسان تعالوا نتعود كل يوم إن احنا نحمد الله على كل النجاحات ولو كانت صغيرة في حياتنا اللي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها ومهما كان النجاح ده صغير فهو في الحقيقة شكل معنى الجمال ومعنى الحسن في حياتنا فلما نحمد ربنا عليه إيه اللي حاصل احنا بنحمد ربنا على أنه نظر إلينا وفقنا وعندما ننظر إلى توفيق الله ساعتنا بننظر إلى بنحمد الله على نظر الكبير فلذلك ما عندناش حمد على صغير أو على كبير احنا نحمد على أننا كنا محل نظر الكبير سبحانه وتعالى فلازم نحمد ربنا على أي نجاحات حتى لو نجحت أننا لقي الحاجة اللي ضيع مني حتى لو نجحت أننا أكتب كلمة كويسة حتى لو نجحت أننا أقول كلمة مسموة حتى لو قلت أننا كلمة مؤثرة حتى لو قلت أننا أمنع كلمة خبيثة وأقول كلمة طيبة كل ده محتاج لحمد تاني حاجة لابد أننا ساعد حد أننا أخرج منه أجمل ما فيه بأول حاجة عشان أقدر أعمل ده لازم أتوقف عن تصايد الأخطاء للناس ولازم أتعامل بصفاء مع الناس ما أقف لهمش على الوحدة وساعتها الناس عتحس أن هي حرة تستطيع أنها تخرج أحسن ما فيها فبيخرجوا أحسن ما فيهم باختيارهم أحسن ما فيهم من الأخلاق أحسن ما فيهم من المعاملة أحسن ما فيهم من الابتكارات وأنا ليه نصيب معهم لأن الدل على الخير كفاعلي أنا لما طيبت خطرهم ولما أمنتهم طلعوا أحسن فيهم وأبدعهم الحاجة الثالثة أنا لازم أختار مجال من المجالات حياتنا وأفكر فيه إزاي يحسنوا وإزاي يطوروا وأبدأ فيه بخطوات بسيطة وأستمر فيها وساعتها أنا أبقى ماشي في طريق الإحسان أمشي بالخطوات البسيطة وكاتب على قلبي لا تحقرنا من المعروف شيئا لا تحقرنا من الحسن شيئا الحاجة اللي بعد كده أنا لازم في أهم مجالات حياتي ومجال مهنتي أنا لازم أتعلم ولازم أتعلم وأطبق ده ولازم أتناقش مع أهل المهنة عشان أطور مهنتي كل شهر أقرأ كتاب كل شهر أتعلم حاجة جديدة وأطور في مهنتي كل ما أطور في مهنتي كل ما التطوير ده هتع يكون إيه كل ما التطوير ده هتع يكون باب من أبواب الإحسان وكل ما يكون التطوير ده وطع يخليني أحس بالنور اللي ممكن بقى به أرى حسن الحياة وحسن المستقبل وعليه أنا كمان هزيد المستقبل ده وتحسن إن شاء الله بمدد الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى ويفضل المستقبل كله بيتلألأ من الجمال اللي أو دعه الله فيه لأنه ينظر إليه وكمان يتلألأ بالجمال اللي بيه نظر الله إليه فكنت من المحسنين يا رب اجعلنا على الدوام من المحسنين ولا تقطع عنا يا ربنا أبدا جمالك ولا نورك ولا بركتك وكعنا على الدوام يا رب ممن يحسنون وممن يسيرون إليك وهم يعرفون أنهم يقبلون على الجميل فيجملون أفعالهم ويجملون حياتهم وينتظرون في المستقبل أن يكون جزاء الإحسان الإحسان فيزداد مستقبلنا إحسانا لأنك جملت لنا مستقبلنا ونحن سرنا إليك بالإحسان فيه يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا مغموسين على الدوام في جمالك واجعل مستقبلنا بابا من أبواب الدخول عليك من باب الجمال يا جميل